طبعا لما نسمع صورة صورة ونسمع زمن العندليب وحليم كان نجم ثورة يوليو 23 يوليو حليم قدم أغاني كتير جدا لكن كنت بدور وقول يا ترى عمل أغنية خاصة للزعيم جمال عبد الناصر في عيد ميلاده لا ملقتشه وعمل أغاني للثورة بشكل عامله لأنه الزعيم جمال عبد الناصر والنهاردة 15 يناير بتمر ذكرى ميلاده فقعدت كده أبحث وأشوف كيف كان يحتفل الزعيم جمال عبد الناصر بيوم ميلاده فلاقيت أنه ما كانش بيحتفل يعني كانوا الأهل والأحباء وأولاده وزوجته الكريمة وأصدقاؤه وبيحاولوا بقى زي أي طقس بيت مصري اللي هو ترطايا أو ييجي لكن هو كان دايما مشغول ودايما مهموم بكل اللي بيهم الوطن فكان دايما بيجري بس كان حريص لأنا عرفت أنه كان حريص في المناسبات أنه يحتفل بمناسبات أولاده يعني أعياد ميلادهم وإنه يبقى معيهم وإنه يبقى جنبهم لكن عيد ميلاده هو تحديدا كان دايما يقوله وأنا صغير تحتفلوا بيا وتجيبوا لي هدايا أنا ما هنديش وقت للكلام ده فكان دايما مشغول الهدايا اللي كانت بتيجي للزعيم جمال عبد الناصر كانت هدايا قيمة جدا يعني جالوا مرة طيارة جالوا مركب ده غير الساعات عربيات بس هل كان يحتفظ بيها الزعيم جمال عبد الناصر الإجابة كانت لا كان بيتبرع وبيودي الهدايا دي للدولة وكتير من الهدايا كان بيرجحها بالذات لما تكون مبالغ فيها جدا حاجات يعني شايف إنها زيادة من رجال أعمال أو من شخصيات ثارية عربية أو من خارج القطر المصري كان بيقول أنا ما قمتش بثورة علشان أستقبل كل هذه الهدايا الحاجات دي أنا مش محتاجها وكان أمثلة كتير جدا إن الناس كانوا بيزعلوا إن هو ما بيقبلش الهدايا بس كان يعني الهدايا العينية والرمزية تمام هدايا الدول الرمزية تمام وكان يحتفظ بكل الهدايا إنها تكون للقوات المسلحة أو للدولة بشكل عام ويمكن لم يحتفظ بشيء غير بسيارته الخاصة البسيطة هو ده الزعيم جمال عبد الناصر النهاردة بتمر ذكرى ميلاده وكل أحبائه وكل محبيه يعني يمكن راحوا إلى ضريح الزعيم جمال عبد الناصر وكانوا بيتشحوا بوشاح فلسطين وشاح القضية الفلسطينية أو الرمز لأنه كان الزعيم جمال عبد الناصر يهتم جدا زي قادة مصر يعني إن القضية الفلسطينية هي القضية مصرية هي السند والدعم كان موجود طول الوقت فكانوا الحقيقة احتفالهم النهاردة وهم يرتدون العلم الفلسطيني أو الوشاح الفلسطيني كان بمثابة هو ده احتفال الزعيم جمال عبد الناصر هتفضل مصر ولادة هتفضل مصر تقدم زعماء ورموز وزعيم جمال عبد الناصر يعني عدم احتفاله بعد ميلاده وعدم تقبله لمناسبات هو ده الشخص اللي بيعمل من أجل هذا الوطن وإحنا شفنا ده كتير الحقيقة دايماً الزعماء بيكون عندهم الوطن هو الاحتفال والوطن هو الأهم والوطن هو الباقي وإنه الاحتفالات دي بينسوها من دمخهم ما بتبقاش موجودة بيبقى موجود أنه يحقق لشعبه السلام الأمن الأمان في عيد ميلاد الزعيم جمال عبد الناصر افتكروا دايماً بكل خير ودايماً نقول اللي بنى مصر كان في الأصلة حلوانية علشان رموزها والقادة العظماء اللي عاشوا فيها